أخطى أني أذهب إلى جمعية المكفوفين الأعلية وأنا الآن أعمل في جمعية المكفوفين ميش طبيعة أعملك في الجمعية؟ طبعاً إحنا في جمعية المكفوفين وأنا حقيقة وجدت راحتي كثيراً في هذه الجمعية المباركة دائماً سبحان الله العظيم الجمعيات اللي مجالس إدارتها المتفاعلة معاك تخطو فيها خطوات حلوة وتختصر الزمن في مشاريع كثيرة فعندنا مجلس إدارة رائع جداً يرى سؤال أستاذ سعود الراجع الله يحفظه بارك فيه وهو رجل كفيف لكن سبحان الله العظيم صاحب همباً من أعجب ما رأيت في حياتي يعني رجل والله العظيم يعني أنا أقوله أقول الشهدان والله لولا أن هذا الرجل ما عرفه جمعية ممكن إحنا تأخرنا كثيراً مع أنه شخص كفيف لكن والله إنه هو اللي ديرنا وهو اللي يوجهنا وهو اللي يسندنا في أمور إدارية ومالية بحده لأنه هو رجل مالي يعني فماشاء الله عليه دقيق جداً الله يبارك فيه وكل الإخوان في مجلس الإدارة ومن هو مساعد وصالح ليوسف رئيس جمعية إنسان الرجل اللي ما شاء الله تبارك الله يعني هو بحد ذات التاريخ صلى الله عليه وسلم الحمد لله يعني كونك تشتغل مع الناس هذولا يعطيك دفعها قوية جداً جمعية المكوفين تشتغل على خمس مسارات رئيسية المسار الأول إنه هو مسار التدريب والتأهيب وهذا هو تقريب المنتج الرئيسي تتعامل فيه مع التدريب العام وفيه تدريب خاص بالمرأة وفيه تدريب خاص بالطفل المسار الثاني مسار الترفيه قبل المسار الثاني التدريب طبيعتي دربوا عليش يعني المهارات مثلاً الحاسب الآلي براير كيف يستخدم التقنية كيف يطور نفسه مثلاً يعني مثلاً أحيانا فيه وظائف تحتاج إلى تأهيل للتوظيف مثلاً في الكول سنتر في وسائل إدارة وسائل التواصل الجماعي فهم يخذون فيها دورات دوراتنا تصل إلى خمسين دورة في السنة يعني دورات ضخمة جداً عدد كبير وشريكنا الرئيسي فيها ساركت سابق المسار الثاني المسار الثاني له الترفيه الترفيه عبارة عن إيش؟ نحن نبغى نخرج هذا الشخص الكفيف من البيئة المنعزلة ونخليه يجي يختلط بزملائه يكسب خبرة لما يجد همم واصحاب المكوفين ترى فيهم ناس يعني فطاحلة فيهم ناس الآن في الذكاء الصناعي في ناس علماء في ناس ما شاء الله إمه وخطبة والشيخ بن بازر رحمة الله عليه كفيف انت عايشت الشيخ وشفت كيف هالرجل هذا اللي عن أمة بأكملية ما أظر أنه شخص كفيف فسبح الله عمل بصر لا يؤثر مشكلة العمل بصيرة ولا عمل بصر أمره السهلية يعوض بإذن الله تعالى فهذا يعني مثلاً حنا في الجمعية وضعنا لهم ملاعب مسابح صلاة رياضية فيجون يجدون في نادي نادي كفيف وماشاء الله عندنا أعضاء الآن منتخب المملكة يروحون ويشاركم فيجون عندك يدربون يعني يجدون متعتهم وغير الرحلات وإلى آخر مسار الثالث اللي هو مسار المعرفة عندنا مطابع وعندنا أي شخص عنده ابتكارات نجيبه ونحاول أن نطور من أدائه المسار الرابع لهم رياضة الأعمال رياضة الأعمال هذا اللي هو يعني أي مهارة ممكن يتعلمها ويكسب منها خبرة مثلاً العطور، الشموع، صناعة الهدايا وتغليفها، الزراعة حتى الزراعة نأخذ فيها بعض الدورات صناعة الشوكولاتة مثلاً الفن التشكيلي يعني سبحان الله عظيم إحنا عندنا صالة فن تشكيلي غارب اللي يدرسون أو يشتغلون فيها البنات يعني لوحات يعملونها والله أنك تتعود يعني كفيفة تقعد ترسم الرسمة هذه ومع ذلك ما شاء الله مبدعين فيها يعني المسار الأخير اللي هو والله أحفظك مسار خدمات المستفيدين يعني زواج، حج، مساعدات، إسكان، زي كيف وحنا اللي الحمد للشغل يعني شغالين فيها كم عدد تقريباً؟